أذرم عشرات المواطنين من أصحاب البسطيات النار احتجاجا على قرار مديرية بلدية الناصرية والقاضي بترحيلهم من أماكنهم مطالبين الحكومة المحلية بالعدول عن هذا القرار وقال متظاهرون من شارع النبي إبراهيم في مدينة الناصرية إنهم تسلموا تبليغا من بلدية الناصرية بترك بسطيتهم بسبب إعطاء المكان لأحد المستثمرين وقال عدوا القرار بالفاسد محملين حكومة ذقار مسؤولية دمار الأسر التي تعيش من تلك البسطات بحسب قولهم